أمنية على التويتر بقتل تقول أحمد أبواشي ما بيقول يجب أن يحمل الحكومة كل العبء الحل في الاستثمار المباشر القطري طبعا صح فالنعرضة أنت طبيعة الحال أن عندك علاقات بمستثمرين قطريين أن عندك شريك قطري هو واحد ده تمام وعندش في الكويتي مصر ولأنك في مجلس الأعمال المصري القطري فبطبيعة الحال تعرف ناس تانية النعرضة وصل الحال بنا إحنا كناس أن الاستثمار القطري لو جاء مصر أن هذا يضر بمصر السياسة هنا السياسة تضر بالاقتصاد يعني أن الناس شايفة إيه ده ده قطر لما تيجي تستثمر هنا تيجي تشترينا أنا مع اللي قاله الدكتور صلاح أن أي حد يجي يستثمر تبقى لقواعد البلد دي وتبقى لقواننا والأولويات ده تمام أهلا بيه لا مش أولوياته لأهو جاه والبلد بتسمح بالاستثمار في معارض أيوة أولويات الدولة طبعا الليبان يعمل لبان طبعا حتى ده له مش أولويات البلد طبعا فلكن يعني بس أهو جي كاستثمار ومصنع وفتح هذا خلق بقى في السياسة شوية إيه اللي خلى الصورة تبقى وحشة أوي كده لدرجة أن الناس تبص على الدولار اللي جاي من قطر استثمار إنه هو جاي يضر بمصر طبعا هي العلاقة متشابكة شوية الأساس هو الدولة الخليجية الوحيدة اللي كانت أيام حكم الإخوان بتدفع هي قطر وللأسف إنه في إرادة شعبية حقيقية رفض الحكم الإخوان فبالتالي ارتبطت قطر بالإخوان ولو دخلنا شوية في السياسة لو أنها مش عايز أتكلم في السياسة قناة الجزيرة عاملة مشكلة كبيرة جدا للشعب المصري لا والكلمة ميلاد ميناء بيقول يجوا يشتروا قناة السويس لا لا بص ما أهلا حضرتك على حالة قناة السويس معلش يعني هي مش بتاعت الإخوان ولا بتاعت أي قناة السويس من 1869 لغاية 2013 أحسن موقع في العالم عند القناة ما تجيش 10% منها اسمها قناة بنما دي بتعمل 100 مليار دولار ودي بتعمل 5 مليار دولار فيه تقصير رهيب من الشعب والإرادة والناس اللي من 1869 من ساعة 20000 لغاية دلوقتي في الموقع الاستراتيجي اللي بيعتبر أحسن موقع في العالم فالنهاردة القناة السويس ما فيش أي مشروع يتعمل عليها أنا متهيألي يعني من وجهة نظري غير بحق الانتفاع على الأرض وبعد موافقة القوات المسلحة والأمن القومي فولا قطر ولا الإمارات ولا السعودية ده اللي كان أحسن الوقت للإخوان أنا أتكلم خلينا أتكلم دلوقتي لا ما هي أحنا بنكلم على الصورة الزهنية أقول لك الصورة جاية منها عند الناس أقول لحظ بنتك لأن الصراعات اللي كانت في حكم الإخوان من ضمنها من ضمنها يعني أنا صراحة يعني يمكن ما بطلعش في تلفزيون ولا حاجة بس كان ليه أحديث صحفية يا أستاذ يا سيد الدكتور مرسي لو سمحت روح للدولة لوح أنت ما عندكش في العالم دلوقتي غير الدول الخالجية اللي عندها فوائد والوطن العربي كده على بعضه من أغنى عشان كده في حروب بقى لها 30 سنة من أغنى منطقة في العالم دلوقتي عشان كده الناس بتتصرع عليه من العراق للمغرب بس أنا مش أتكلم على العراق عندها مشاكل أنا أتكلم على السعودية والكويت والإمارات أنت من أول يوم جيت فهمت الناس دي أن أنت مش صورة مصرية خالصة لا أنت صورة أنت جاي عشان تعمل مشاكل سياسية في هذه الدول لازم كنت تروح ولازم تبذل مجهود ولازم كان الشعب المصري كله يحس أن الدول دي اللي وقفت طول عمرها إحنا صف جنب بعض إن إحنا كلنا واحد الدول دي بعدت بسبب حكم الإخوان فالناس حصل لها ارتباط ذهني مع قطر والإخوان لأن قطر بتدفع فلوس في ظل أو عايزة تستثمر في ظل حكم الإخوان مشروع قناة السويس اللي تقدم اللي فيه تضارب رهيب وهو كان فيه ميزة واحدة بس إن قالك الأرض بحق الانتفاع دي هي الميزة الوحيدة إنما هو لما تقرأ ويمكن الدكتور صحيح فيه تضارب رهيب في قناة المشروع ده كنا هنا وقلنا كلامنا مش تضارب هو الموضوع كان متخطب على حالة التضارب كتير بس إحنا عندنا الحمد لله جيش وطني ما كانش هيسمحنا حاجة صدقني صدقني في قناة السويس بالذات والحاجات اللي تمث الأمن القومي لا يمكن لا يمكن لازم نزق إحنا كلنا بنزق في جيشنا وعارفين إن ما كانش يحصل حاجة يعني لو هم حاولوا يعملوا حاجة الجيش ما كانش يوافق أبدا اللي عايز أقول لحضرتك الارتباط الزهني ده يروح إزاي دلوقتي أو الارتباط إن استثمار القطري هيبقى مضر للشعب أو جاي يشتري إن الحمد لله إن الإمارات دخلت والسعودية دخلت نشكرها على الموقف السياسي هي والإمارات والكويد السياسي قبل الاقتصادي وبدأ فيه معنات بـ 12 مليار بل بالعكس دولة الإمارات فتحة بدأت في مشاريع استثمارية السعودية تفتح في مشاريع استثمارية الكويد قطر لما تيجي وسط الفوائد المالية دي محدش هقول قطر هتشتري مصر ولا هيقول السعودية هتشتري مصر بس لما الناس يوصل لها خبر مثلا زي الأسبوع اللي فات إن قطر هتمول سد النحط الناس لها حد بقت بيقول لأن أكلها بالملح لا في مشكلة يا أستاذ أسامي أكلها بالملح ولا فلوس يا فاندم لا في مشكلة نفسية في مشكلة نفسية عشان تتحل لازم تتحل للشعب آآ قبل أي حاجة ولكن أنا النهاردة بقول إيه النهاردة إحنا عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة مشكلة مالية كبيرة عايز تثبت صدقني عايز تثبت النهاردة إن حضرتك واقف جنب شعب المصري لو سمحت إيه بعد 10 مليار استثمارات بالتنصيق مع الحكومة المصرية يعني هي يا أستاذ أسامي يعني مش أنا في المتفاعدات العوضة مصر المتفاعدات اللي عايزها مصر فإني فدي في مشكلة نفسية في مشكلة انت قلت في كلامك بس عشان خاطر أنا ما سمعتش ده وحد بيقوله فاقولي انت قلت إن أجر قناة سويس لا 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 الأرض اللي حواليه حقناة سويس لا يمكن تتباع حق الانتفاع ولا أي حد ولا مصري ولا غير مصري يشتري الأرض في المنطقة اللي هي بتمثل الأمن طمعي أستحدي بيقول لا لا عاوزي يأجر قناة السويس وانا وانا حق الانتفاع بقول لا يمكن نبيع الأرض أنا بديك فرصة أنك توضح بس للمشاهد اللي فهمها غلط والسؤال بيقول وهي قناة الجزيرة بتشتغل بعمر من حكومة قطر ولا حكومة كردستان ما أنا بقول حضرتك لو دخلنا في عاملة مشكلة لا مش سياسة الجزيرة عاملة مشكلة رهيبة الجزيرة متسببة في عارف مشكلة الجزيرة إيه هي لو تفهم طبيعة الشعب المصري وامرها ما تقدر تعمل كده عارف ليه احنا تولدنا بنعشق الجيش المصري اللي بتعمله الجزيرة ضد الإرادة الشعبية وضد الجيش المصري فاحنا من نسبالنا الجيش شرفنا يعني احنا بنتولد كده يعني ما تفهمنيش ان الشعب المصري عشقه للجيش وهو يستاهل ان ده جاي من فراغ من قديم الأذر احنا بالنسبالنا ده نقطة الأمان انا صدقني ما بتفرجش على الجزيرة بس يعني صدفة ان انا تفرجتي يمكن اليومين اللي فاتوا يعني ما هو ده مش أعلام ولكن المشكلة الحقيقية صدقني ان احنا عندنا عشق للجيش المصري رأيي لما بتدردش كده مع الشريك القطري بتقوله الجزيرة بيقولك بيقولك فوضنا عمرنا لله ولا الشعب القطري مقتنع باللي بتعمله الجزيرة لا لا الشعب القطري اولا شعب طيب جدا وبيعشق الشعب المصري عشان بنا خلطش السياسة بالشعوب صدقني والله شعب طيب لا احنا في كلم على شريكي الاعلام والشعب شوف يا فندم ما فيش حد هيبص على الخطأ و هيقول عليه صح يعني ما ينفعش ما ينفعش ان انت تصور الارادة الشعبية مش ارادة شعبية ما ينفعش ان انت تتدخل في شأن داخلي مصري ما ينفع ما حصل يعني انت خصوصا ان هي ارادة شعبية فانت النهاردة بتعمل الكلام ده كله عايز من الشعب ايه عايز يستقبل الموضوع ده يعني بحاجة كويسة وصدقني زي ما انا بقول حضرتك ما فيش حد شايف الغلط وشايفه بعنيه ويقول عليه صح اشتركوا في القناة